السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لهك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وافع الزر الجلس اليوم جاب لكم اسهل طريقة تحميل او تحديث الواتساب بدون حساب جوجل بيلي بدون متجر بيلي الطريقة جدا سهل عن طريق موقع الرسمي للواتساب اول شي ادخل الواتساب بتحصل رابط ادخل على الرابط وادخل على هذا الموقع رابط في الواتساب هذا الموقع الرسمي لتطبيق الواتساب على الاندرويد بعد ما تفتح الموقع اضغط على مثبة الحزمة اضغط عليها بعد ما تضغط عليها مباشرة يفتح لك صفحة ثانية بتحصلني التنزيل على حي حال يعني ما فيه اي ملف ضارة بس هو ينبحك اوكي هذا موقع الرسمي للواتساب اوكي اضغط على التنزيل بعد ما تضغط على التنزيل انتظر لين ما يتم تحميل الواتساب مباشرة بعد تحميل بسيغة اي بي اي رح يكون قابل للتثبيت هذا الملف اي بي كي وما تحتاج متجر بلاي ما تحتاج حساب جوكل بلاي حتى تحمل او تحدث الواتساب بس ثبت الواتساب رح يتثبت الواتساب حتى لو كان الجهاز الواتساب يحتاج تحديث بس تحمل الملف الاي بي كي وثبتها وراح يتجدد رح يحدث الواتساب بشكل تلقائي اوكي انا بوقف الفيديو لان ما يحمل وبرجع لكم في الله اوكي بعد ما تحمل طبعا هذا الملف وين بتحصله بتحصله في مدير الملفات في مجلد تنزيلات اوكي فما في داعي انك تروح للمجلد اضغط على هذا بعد التحميل بتحصله في الشريط لوحة تحكم اضغط على تذبيت اضغط مرة واحد اضغط على التحديث اذا كان واتساب موجود عندك رح تظهر كلمة تحديث اذا واتساب مش موجود عندك بيضحص كلمة تذبيت اضغط على التحديث اوكي مباشرة رح يحدث الواتساب طبعا الواتساب ما كان يشتغل عندي كان يحتاج تحديث اوكي رح اضغط على تحديث انتظر ثواني وراح يحدث وراح يشتغل واتساب بهذا الطريقة تم تذبيت اضغط على فتح وهذا هو تم تذبيت الواتساب بطريقة جدا سهلة وبسيط وبس هذا هو المقطع اذا عجبكم المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما قد ما اشترك في القناة اشترك في قناة وفعل زر الجاس وبس مع السلام